يا مساء خير وياهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية يعني عشان ادخل في الموضوع على طول وعشان وقتنا انا ما بحبش الكلام الكبير من نوع نظرية المؤامرة وما الى اخره لكن الحقيقة خليني اوصف الامور بانها حالة من حالات التربص ممكن حالة من حالات العناد الغير مبرر او الغير مفهوم وارد جدا وعشان حضراتكم تفهموا الصورة كاملة خليني اقول لحضراتكم المقدمات المقدمات اللي كل جماهير النادي الاهلي عارفاها حضراتكم عارفين انه ناحي الشمال عند النادي الاهلي بتعاني بشكل كبير جدا اصابة معلول طبعا ومعلول قدامه تقريبا شهر عشان يرجع وبعد كده كانت اصابة محمود وحيد وهو وحيد قدامه تقريبا شهر او اتنين عشان يرجع وكان ايمن اشرف هو البديل الوحيد والخيار الاساسي لمستر موسيماني في مباراة فيتا كلاب الاخيرة ودخل ياسر ابراهيم في القلب اقول لحضراتكم انه ايمن لعب المبارادي وهو غير مكتمل الشفاء يعني لعب المسكنات لانه الاهلي كان في حاجة مسة جدا لجهود ايمن في المباراة دي وحتى رغم ده ايمن تعب ومقدرش يكمل المباراة نتيجة حاجات كتيرة جدا يعني درجة الحرارة الارضية اللي كان بيلعب فيها الاهلي كل ده حاجات خلت ايمن ما عندوش القدرة وايمن من لعيب الرجالة وكل جماهير النادي الاهلي وعلى صفحاتنا واستفتقاتنا ايمن دايما وراه اسمه الرجولة ايمن رجولة جمهور الاهلي بتشوف انه لعيب رجل جدا وتعتمد عليه وقت الشدة والازمات وايمن حقيقة ما بيخيبش ظن فده كان الموقف في النادي الاهلي وحضراتكم عارفين انه بعد تجمع المنتخب الاهلي عنده مطش مهم جدا 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 مع المريخ وبباراة صعبة نسبيا مع المريخ في السودان وبشكل كبير وبنسبة كبيرة جدا ان شاء الله اذا الاهلي تخطى المريخ يبقى يلا حد كبير جدا تأهل وما عندوش بدايل في المنطقة دي وفي الحدتة دي غير ايمن اشرف ايمن لما الجهاز الفني والاداري للمنتخب طلبوا من النادي الاهلي النادي الاهلي بلغ الجهاز الفني بلغ كابتل حسام البدري مباشرة وبلغ عضاء الجهاز الفني انه ايمن اشرف مصاب ومش هينفع ينضم للمنتخب لكن كان فيه اسرار غريب من كابتل حسام البدري الحقيقة على ضم ايمن اشرف للمنتخب وتوقيع الكشف الطبي عليه وعلى كل احوال وانا مش محتاج اقول لحضراتكم على النادي الاهلي وعلى الدعم الكبير جدا النادي بيشرف الرياضة المصرية في كل المجالات طبيعي جدا يكون هو الداعم الاول لكل المنتخبات في كل اللاعبات وده الحقيقة موقف كتير وتاريخ طويل ما عندناش للوقت ولا المجدود ان احنا نتكلم فيه لكن مش محتاجين ندلل عليه الاهم من كده انه ايمن اشرف التزم وراح للمنتخب والجهاز الطبي وخضع للكشف الطبي اشعة بقى وكل انواع الفحص الطبي الممكنة عشان يتم تشخيص حالته والجهاز الطبي للمنتخب اكد على اصابة ايمن اشرف دي اول علامة استفهام كان المنطقي والطبيعي والمفهوم والمنتظر انه ايمن يطلع برا المنتخب لكن كان فيه اصرار غريب انه ينزل تمرين يوم واثنين وثلاثة وثلاث مرات ايمن ما قدرش يكمل التمرين هنا علامات استفهام كتير الحقيقة مش بس فكرة انه الجهاز الطبي يأكد اصابته وانه النادي الاهلي يبلغ الجهاز الفني باصابته ورغم كده لا يتم الاستجابة لكن هو السؤال هنا الاهلي ما عندهش غريب ايمن اشرف وبيتمنى تجهيزه ولحقه بمبارات المريخ لكن منتخب مصر لقماشة واسعة قوي والحقيقة اللي يزيد من الشكوك ويزيد من العلامات الاستفهام ويدخلنا بقى في حتة التربص او حتة يعني يعني مش عارف اقول انه هل في نية مبياتة مثلا لتعطيل مشوار النادي الاهلي في افريقيا يعني الاهلي يعاني يعاني من غيبات كتيرة جدا نيجي على لعيب مصاب ويبقى في اسرار غريب جدا رغم تأكيد النادي الاهلي اللي مش محتاج وراء تأكيد انه اللعيب مصاب ورغم تأكيد الجهاز الطبي المنتخب انه هو مصاب هل يكون فيه يعني ايه دافع او ايه المنطق وراء ضم ايمن اشرف والاسرار على ضمه رغم ان فيه لعيبة تانية كتير جدا ودي معلومة لسه يمكن بعرفها من دقايق الحقيقة فيه لعيبة شفهيا كده شفهيا اعلنت انها مجهدة مش قادرة تلعب مع المنتخب لا تم طلب تقرير طبي لا تم طلب خضوعهم للفحص الطبي لا طلب اشعة لا طلب اي شيء يعني يؤكد على معلومة انه هم غير جاهزين للانضمام المنتخب الوطني وفيه منهم سفروا تفسحوا ورجوا بالسلامة وما حدش تكلم معهم نص كله هو السؤال هنا في النهاية ليه حالة العناد والتربص تحديدا مع النادي الاهلي على الرغم ان انا قلت في المكان ده في مصر انت جهاز فني المنتخب مصر يعني عندك وماشى واسع جدا وما اعتقدش انه ايمن اشرف ممكن يكون اللعيب الوحيد اللي مالوش بديل في المركز ده لا عندنا اسماء كتير جدا انا مش اقول اسماء لكن عندنا اسماء كتير جدا تسطح للانضمام للمنتخب وتمثيله خصوصا انها مش مباراة مصرية اول في النهاية احنا راحين نلعب كينيا واحنا متصدرين المجموعة واعتقد ان الفوز على كينيا مش محتاج انك حتى تلعب بلاسكواد الاساسي اعتقد يعني ده علامة استفهام اعتقد انها ملهاش اجابة عندنا في قناة النادي الاهلي فاصل ونستقبل كابتن فتحي مبروك خبيل الكور المصرية طبعا هنتكلم معه عن مشوار المنتخب الاول وان مشوار المنتخب الاولمبي في السادسة